أهلاً 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 بكم مرة تانية وكل سنة وإنتوا طيبين وطبعاً أصبح بالنسبة لكم مفهوم جداً أنه ضفنا داخل الستوديو أنا عارف أنهما بيحبش الجمل بتاعة الإطراء والحاجات بسيدي الحقيقة هو واحد من أهم 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 زائد أروع 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 مخرجين السينما اللي عرفتهم السينما المصري والعربي بشكل عام يسري نصر الله منور نورة عامل إيه؟ عايز قولي كمان أقولك كمان أنا لو قعدت أقوله أقول كتير جداً يعني ممكن أخلص حلقاته ده بجد يعني والتعرف أنا بحبك قد إيه وبقدر كمان فنك وشغلك قد إيه يمكن النهاردة بالذات ممكن يبقى الكلام مركز قوي على باب الشمس وباب الشمس ده فيلم غريب فيلم رائع فيلم حلو في كل حاجة قبل ما هنقعد ندردش حبك كتير على باب الشمس أنا عايز أسأل على حاجة واحدة المغارة اللي مفروشة بورق الورد والحاجات الزي كده أنت فكرت فيها إزاي إنو ده واحد من أجمل المغارة ده اللي أنا شفتها في حياتي أمتالي قبل ما يبقى فيه الفيلم فيه رواية طبعا رواية عظيمة كتابة هي سهول يا سهول ففيه جمل كده في الرواية يعني فيه حاجات كتيرة في الرواية مش متاخدة زي ما هي بس تماما من وحي الرواية اللي هي إزاي نهيلة دايما بتجيب معها مية إزاي بتجيب معها الخضرة فالحاجات دي يعني أما تخش مغارة المغارة حاجة كئيبة جدا طبعا في نفس الوقت أنك أنك أنت بتتكلم عن الجليل اللي هو كله أخضر اللي هو كله يعني الحلم ده بتاعنا أنا ما عرفش الجليل أنا ما روحتش ومحدش من الجيل بتاعنا راح على الجليل ما نعرفوش بس عننا المخيلة بتاعته والوصف بتاع الناس دي فزائد في الرواية لما نهيلة بتطلب في آخر الفيلم في آخر الرواية لما بتقول ليونس سد المغارة لأن ده الجزء الوحيد اللي في فلسطين اللي ما دخلوش أي إسرائيلي فالمغارة كان لازم يبقى فيها حاجة من روح الجليل ده من روح الخضرة والجمال ده بس فعملناها كده يعني كان ده الفكرة جات حقيقي من الرواية ومن إيه اللي بتخليك تتخيله أنه خدنا الجليل ودخلناها المغارة خبناها في المغارة يبقى ده الكنز بتاعنا وفي حاجة تانية اللي هي الحمد لله أنا صورت المغارة قبل ما صور المستشفى اللي فيها يونس الناس عارفة هو إيه كان باب الشمس متى يالي هي حدوطة الراجل بيجيله كومة بيروح في غيبوبة وفي حد زي ابنه بالتبني بيحكيله حكايته بيحكيله حكاية حبه لمراته اللي كان بيعدي الكبال عشان يزورها في مغارة اسمها باب الشمس فكل طول الجزء الأولاني بتاع الفيلم هو قعد بيحكيله الحدوطة بتاعته اسمه يونس الراجل اللي في غيبوبة يعني لما ابتدنا صورنا صورنا في الأول المغارة من الحاجات اللي صورناها في الأول تماما في سوريا جينا بقى في المستشفى اللي فيها يونس رائد في غيبوبة والحاجات دي كلها هو بيحكيله حدوطة في قوضة كيبة جدا المستشفى فقيرة جدا ما فيهاش إمكانيات خالصة فشوية شوية في التدرج بتاع الفيلم كان برضو جزء من الحاجة اللي الواحد حس بيها ان زي خليل عشان يخليه باقي على قيد الحياة زي بيحاول يحوله القوضة بتاعت المستشفى ليشقشة بيه بالمغارة بس ماقدرش يحط وارد والحاجات دي كلها بس بيحط عارف اللعب الصيني دي اللي بتنور للشكلها زي وارد وتقفل شوية شوية القوضة نفسيها بتتحول لشيء شبيه بالمغارة بتاع الباب الشمس فالحاجات بتتجيب بعضها انت عندك رواية رائعة عمل أدبي عظيم قبل ما يكون عمل توثيقي للذاكرة الفلسطينية وذاكرة النكبة فهو عمل أدبي ضخم اسلوب رهيب يعني وقريتك لها يعني دايما بقول الحكاية دي كلها انت لما بتقرأ رواية دي زي حاجة انت عشتها بقت بتاعتك فعمل بيها اللي انت عايز وزي ما كون عشت حاجة وعايز احكيها بس احكيها بقى بتحبيش بتاعتي ايوة انا لما بشوف الفيلم ببقى داخل في حالتين حالة منهم هي اللي وصفتها او زي ما قلتها هي فكرة التوثيق للقضية بدايات عمل للعصابات على فلسطين او في فلسطين الاحتلال من بلد لبلد ومن قرية لقرية بس كمان الفيلم ده بياخدني في حتة تانية خالص منها قصة حب مش بس مجرد عمل للتوثيق مش بس سياسة مش بس تقاريخ هي قصة حب كبيرة قصة حب نغيلة ويونس ايوة ده اللي انا عايز اعمله هي جملة كده في الرواية في بدايتها خالص اللي هو خليل بيقول لليونس انت مش بطل بس عشان يعني انت بطل مش بس عشان كنت مقاتل انما بطل لانك كنت عاشق والعشق ده حاجة هو موضوع هو موضوع الفيلم وموضوع الرواية حقيقة عشق الحب والعشق بتاع انك وطنك الرواية والفيلم الاتنين احنا تعودنا دايما ان قصص الحب اللي نقراها او نتفرج عليها في السينما هي قصص الحب المستحيلة يعني اتنين اتقابلوا بأي ان كانت الطريقة فيعودوا يحبوا في بعض يوصلوا الى نهاية سعيدة او نهاية حزينة مش دي المسألة ففي باب الشمس الرواية والفيلم هي قصة حب بتاع انتين متجاوزين وده امر جديد وغريب برده يعني فسي قصة حب مستحيلة برده هي عايشة في الجليل وهو عايش مع المقاومة لاجئ في مخيم في مخيم في لبنان فلازم يعدي جبال ولازم يعدي وديان وأنهار عشان يعرف يقابلها في السر في المغارة دي فهي قصة حب مستحيلة برده أنا كلمس بالي دايما المستغرب بالنسبالي واللي حلو بقدر الغرابة انه اتنين متجاوزين بيحبوا بعض ما تعودناش على ده يعني ما تعودناش نقرأ ده في الأدب في الأدب المصري او العربي بشكل عام ولا تعودنا نشوف ده في السينما بتاعتنا لازم قصة الحب يبقوا اتنين اتقابلوا بمحض الصدفة يعني شكل كلاسيكي عادي جدا وتقليدي لكن واحد اتجاوز البنته هي صغنطاتة قد كده وكبروا مع بعض وهم متجاوزين عيال وقصة الحب الحب بتكبر بهم وهم بيكبروا في السن ومتجاوزين فده كان بالنسبالي حالة جديدة جدا والفيلم عملها مش هقولك عملها خلقها بمنتهى البراءة انتهيقلي برضو في حاجة ما عرفش ما عرفش يعني ايه خصة حب بين اتنين متجاوزين يعني انشاء الله كل المتجاوزين يكونوا يا ربي يكونوا بعضا يعني ايه انما في جانب في في جانب برضو كده من الحاجات الملفتة والمهمة في الفيلم لما أم حسن بيقول بتقول أم حسن دي الداية اللي هي برضو جزء من الذاكرة كبيرة بتاعت الفلسطينيين اللي في المخيمات فبتقوله انت يعني يونس احنا ما عرفناش يعني ايه فلسطين غير لما راحت مننا ويونس ما حبش مراته غير لما بعد عنا بعد عنا دي يعني دي جملة مهمة جدا احساسك انت دايما عندك الاحساس كده في الحياة ان ان انه عادي انا في مصر بتاعتي وانا بتاعها ها وفلانة حبيبتي ولا فلانة حبيبي عادي ها كلها حاجات ايه مضمونة صح ها انما لو حطيت في دماغك لحظة واحدة ان ما فيش حاجة مضمونة انك انت ممكن تخسر دا كله ها علاقتك بالوطن وبالناس اللي بتحبها بتوبة مختلفة جدا انك ممكن تتساب او ممكن الحاجات تفرق بينكم مش الموت انما الموت دا ملوش حل بس يعني انما بتكلم عن الفرق اللي بيفرض عليك او لأي سبب الاسباب انت بتضطر هتلاقي ناس كتيرة قوي ما بتكتشفش حبها لمصر لما لما تطلع لما هاجره ها 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 بتايا لي دا احساس مش بس فلسطيني يعني دا احساس احساسك احساس بالوطن الارض الانسان احساسك بان ما فيش حاجة ها بديهية ولا مضمونة دي حاجة الحب العلاقتك بالوطن علاقتك بالشغلك ها دي حاجة بتخلقها كل يوم ها ما هياش حاجة كده نزلتلك ها وبقت ها بقت موجودة وخلاص تتعامل معها لانما لا ما هياش كده اذا ما ما اذا ما جدتهاشت ودلوقت مش عارف ازاي هتابقى يعني هتموت لوحدها ها انت خدت الرواية دي علشان فلسطين وانا علشان الحب اولا لانها رواية عظيمة ولانها ما اتفق معك لانها البونة بتاعها عامل زي ألف ليلة وليلة وعلشان لفترة طويلة جدا ها جدا ها من دولة كل مصلحجية دولة أخدت منهم ها السرد وبقى بتاعك وده كان لما تعرض الفيلم في كان سنة 2004 كان اول عرض اول عرض اه اول عرض دي كان في كان طلعت مديرة السينماتيك الاسرائيلية ست مثقفة جدا وشكلها ريبرالي جدا بتاع ها قعد تصرخ فيها انت كذاب مفيش اي حاجة من الحاجات دي حصلت مفيش اي حاجة من الكلام ده حصل مش عارفة انا كنت هناك انا كنت موجودة لما سنة 48 كنت بتعملي ايه عليها اه كنت بتبطبي على دهر الفلسطينيون سيبوا البلد وامشوا يا حبيبي كنت بتبطبي على غلابة كنت تفني القتلى اه يعني لا سيبك من القتلى ولا حاجة يعني اقناعتيهم ازاي انهم يمشوا بتبطبي يعني ولا ايه ايه الكذب في الموضوع اه كده قدام الناس كلها وبعدين اتعرض الفيلم في نيويورك في مهرجان نيويورك في قاعة ضخمة جدا اسمها أليس تاري هول تاري هول فيها حوالي 1500 كرسي يوم ثابت الصبح يوم ثابت الصبح دخلت القاعة جالي هلع لان الثابت هو الأجازة طبعا مية بتاعت اليهود اه فشايف كيباس 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 يعني ايه قلت انا حد دبح ودول جايمك اه جايين مستحلفين يعني وتوقعت ايه كارثة في النقاش ما بعد العرض الفيلم فيه نقاش وكده وكنت مجاهز يعني كان معايا كل الكتب ومقاطع من اسماعيل اللي هي فيها سرد اسرائيلي وصحيوني اللي وقع سنة 48 اللي يبت برهن على ان كل ده حصل فعلا فانا جاي جاهز فانا جاي جاهز اه وابتدى النقاش مهزب جدا والناس بتسأل يعني بتكتشف ان مش بس الغرب هو المضلل وبتاع انه اليهود ترسوه المضللين ما يعرفوش الحدودة او ما بتتحكيش ما بتتحكيش خالص يعني فانت مرة واحدة عندك الحكاية يعني عندك حكاية عندك حكاية بتاعت ناس مش قراء ومش افكار ومش يعني ايه مش فازلكات حكاية ناس بني ادمي ايه اللي عاشوا كسنة 48 مقبل 8 ايه اللي حصل وبيحكوا فلا طبعا السرد بقى بتاعنا بتاع الناس ومش بس من باب الشمس بانت عندك يعني ايه مخرجين كبار فلسطينيين إليا سليمان نجوة نجار وميشيل خليفي لما عمل عرس الجليل والحاجات دي كلها انك انت ما تسيب لهمش لحدوتها دي حدوتتنا مش حدوتتهم نازل اكتول الوقت يبقى فيه السردية بتاعتنا احنا وسترديتهم وبس وزي ما قلت كده السردية بتاعتنا احنا ايه ما هي ناس ايه سديدنا ناس عاشهم فلاحين قاعدين في الارض انت بتسأل حتى هنا في مصر ما انت بتسمع كلام غريب ساعة ايه ده انت ليه تعمل فيلم عن جماعة دولة اللي باعوا ارضهم فاوكي حبيبي انت اولا لازم تكون مالك ارض عشان تباعها فعايز تقولي ان كل الفلسطينيين كانوا ملك اراضي يعني يعني ماشي ماشي تاني حاجة لو قريت ثانية ها البيع ده حصل ازاي ها حتتخد وهو بيحصل قدامك يوميا دلوقتي ها انت عندك بيت في القدس ها يعني ايه وجدك بناه وجد جد يعني ايه كلهم كانوا مابودين فيه ويجي ها الاسرائيليين يقولولك اه احنا جاين لنا مهاجرين من روسيا هيعودوا عندك فتقولهم لأ طب ماشي طبعا التحور ده ملكك انما تعالى بقى بص الدرايب اللي عليك ها ومرة واحدة يطلعوله بدرايب قد كده ها ما يقدرش يتفحها ها فيتحط البيت بتاعه في المزاد يتبع بترب الفلوس واسمه ها وانت امشي بالبيت ما بقىش بتاعك ده بالزبط اللي حصل في الاراضي ده نفس كده فانت يعني عندك حدوتة شديدة القسوة ها ده الاراضي من ايام الاحتلال البريطاني ان البنك الوحيد ها اللي كان ممكن تستلف منه كان عربي كان البنك البريطاني ها بفوايد مفزعة تخدها والناس المزارعين ها مستنين المحصول عشان يبيعون مين اللي بيشتري شركة واحدة يهودية خفست بالاسعار الارض فهي اللي نحضر بسان عليهم ديون اوكي عليكم ديون اه ارضكم تتبع هنستحوذ على اراضيكم مقابل الدين اه كده حتى انا فكر مرة قريب كان دراسة عاملها مركز الدراسات الفلسطينية على اجمال ما تم بيعه من اراضي مملوكة للعرب في فلسطين الاجمال ما تم بيعه مقابل ما تم الاستيلاء عليه لا يتعدى 0.8% بالزبط مفيش حاجة تباع يعني اما انها كانت بيع لصلاح البنوك علشان الاجبار على ان انا بخصرك عن عمد او ان انا بديق عليه كل حاجة عشان تضطر في الاخراء في ناس كتير جدا رفضت البيع وبرده تم الاستيلاء على الاراضي زي حوادية البيوت بتاعت القدس بالوقت حاجة يعني حاجة بتحصل قدامها كل يوم يعني الناس يعني لما نزق لما اترمم الفيلم وتعرض المرة الاولى في لوكارن وبعدين في روما في جملة واحدة بقول يا جماعة التاريخ ما بتداش يوم 7 اكتوبر يعني 7 اكتوبر بتاعكم ده اللي انتو عاملين ده ده مش بداية التاريخ بداية التاريخ كانت مع دخول العصابات السوريونية للارض فيعني اه ماشي فتعالوا نتكلم عن ده يقول لك لأ انت ايه الجملة اللي طول الوقت انت بلتواجهها انا اوكي يعني حق الفلسطين في المقاومة اه طبعا من حقومه ازاي قومه مش انا اللي حقولك ومش انا اللي اقدر احدد ومش رأيه في مين اللي بيقاوم دلوقتي ولا مين اللي بيقاومش دلوقتي اللي حيغير قناعتي ان من حق الفلسطينيين انهم يقاوموا هيقاوم ازاي من شروعك فلما تيجي لا انت لازم تدين حماس دلوقتي حالا ماشي يا سيدي حصل لدي يعني ايه ماشي يعني اتغير ايه في الموضوع انك يعني لا اللي بيحصل من سنة لا لا ما تكلمش عن 48 لكلها يعني ايه the context ده السياق ما تتكلمش عن السياق تكلم عن ده لا هتكلم عن ده هتكلم عن السياق تحديدا انا بفكر بصوت عالي ممكن ما تكون اللي بقوله ايه كلام فارغي يعني انا بشوف انه في القضية دي تحديدا ويمكن في القضية الكبرى الكبرى بشكل عام انه الادب والسينما والدراما اقوى 30 مليون مرة 30 مليون مرة من القرارات والمباحثات والحروب وحاجات زي كده لانه في الحالة مثلا بتاعت فلسطين جزء كبير جدا من الكارثى هو تشويه السردية اللي وصلت انه زي ما كنت بتقول ناس بلوك شوما اللي باعوا الارض وبالتالي ده كان سلاح هم كانوا شطر في الابعض الحدود انهما خوفوا العالم بموضوع معادات السمية ورعبوا العالم من محاولة اللي اقترب منهم وحطوا السردية بتاعتهم ورعوها زي ما هم عايزين واصبح فيه كذبة كبيرة للأسف صدقتها أجيال هل انا صح ولا انا قاعد عمال بخطرف السيني مشيء قوي ومخيف وهم عارفين ده عشان كده بيستخدموته عشان كده طول الوقت بيستعملوا انت النقطة هي انك انك يعني النهاردة انت شفت بقى بالشمس طبعا لو قدمت النهاردة الرقابة هيعدي مش عارف بس يعني اقدر اقول بمنتهى القوة هو لازم يعدي ويعدي ويعدي لازم ولازم يتعرض كتير جدا قوي خالص ماشي بس انا عارف عارف ايه المشاكل اللي بتواجحك النهاردة يعني انت طول ما انت قاعد ترمي شعارات وتتكلم ببرود ماشي ممكن تعدي انما اول ما تبتدي تتكلم عن بنيات مين بالتناقضات بتاعتهم بخصص الحب بتاعتهم بالحسية بتاعت خصة الحب سواء هي مرتبطة بفلسطين ولا هي مرتبطة بأي حاجة لا انت عندك مشاكل عندك مشاكل في التعامل مع الحب اهه وسينما من غير حب دي مش سينما وفن من غير حب مش فن مش فن فهي ده هي دي المشكلة الاساسية اللي بتواجحك النهاردة في انك انت تقدم السردية بتاعتك الفيلم ده معمول سنة 2004 بيتعرض ها اتعرض عرضين دلوقتي في سينما زاوية ها مشكورين يعني انا مبسوط جدا ده اول عرض للفيلم كامل ها من من سنة 2004 لما تعلم خلينا نتكلم جدا في انت النهاردة عشان يبقى عندك السردية بتاعتك وعشان سردية مش بس السردية فلسطين ها يعني انت انت النهاردة انا مسلا فترة دي مخضوط جدا من اللي بيحصر في السودان ها ومبيتحكيش ها ها يعني انما فيه اتنين او تلاتة افلام افلام سودانية مرة واحدة حطتنا كلنا قدام النفيق قدام واقع ها في حاجة عظيمة بلد عظيم ناس عظيمة ها البشر صح ها يوسف شاهين كان دايما يقول ها انتوا ليه ما يعني ايه في امريكا لو كنتوا بتعرضوا افلام عربي في بلادكو ما كانش هيبه سهل عليكم انكم تروحوا ترموا انابل على العراق لانك مرة واحدة ما بقتش تشوف دولة كحاجة كده ها قبلة للقصف ها هتشوفهم كبان يادنين كبان يادنين فمرة واحدة علاتك بيهم هتتغير فمش بالصدفة ليه افلامك كمان ما بتروحش ها هم كمان بيعطلوها بس انت كمان ها افلامك متكتفة ما بتروحش بجد يعني مقصود يعني اعباب الشمس ديفنتلي اعباب الشمس خد صفحة بحالها في النيويورك تايمز كويش اختارته اختارته تايم ماجازين كواحد من احسن عشر عفلام في السنة سنة 2004 طب حيتوزع في امريكا نو لا لا وانت دخلت القاع في نيويورت لقيت 1500 كيبها مع عدالة بسه كانوا طيبين والله ما كانش فيه عنف ولا نفزي ولا اي حاجة لا وحتى بعد العرض جملي ناس كده طب ايه الكتاب اللي انت كنت بتقرأ منه ايه اللي مش عاية يعني فيه فضول بس فضول عشان نعرف مش عشان الناس تعرف علشان احنا بس ندعنا نعرف ومش عشان نصدق او نقتنع بس انت عندك حق يعني عندك ظاهرة كمان مهمة حصلة دلوقتي حركة التضامن مع فلسطين ومع غزة بقت منتشرة في الجامعات كلها في امريكا الحركة الطلابية اللي في امريكا دي حركة عظيمة ومليانة ومهولة ومليانة يهود متضامنين مع الفلسطينيين بس خبلك مباودو يهود يسريين يعني مش ايو مش كيبا يعني ايو بس مش يمين يعني مش متشدد لا مش مش صحينة يعني اسمها كده مش صحينة وعندك الناس ما هم مش يهود صحينة اكتار سأقولك الحاجة يعني انا اقول الكلام ده لانه انت عارف ابويه الله يرحب الله يرحب في مرة مرة زمان كان عنده مشروع لكتاب عن اليهود الرافضين لفكرة اقمة الدولة كان الكتاب ده اظن سنة واحد وسبعين او اتنين وسبعين ويمكن هان يا اخوي حتى صححني في التاريخ فقرر ما يكملش الكتاب قلت له ليه بقى لما الكلام ده كنا بنتكلم مثلا كان سنة الفين وستة الفين وسبعة قال لي لانه اولا هم مهماش كتير هم غير مؤثرين اتنين اذا كنت انت غير مقتنع بوجود الدولة قاعد فيها ليه ما تمشي قلت له مهمونك ما يكونش فيه عنده وطن بديل قال لي فيه على الاقل 85% من دول عندهم جنسيات تانية امشي مش انت مش مقتنع وزعلان وشايفهم مفتريين ما تمشي طيب ايه برضو الداعي ورا عدم كتاب الكتاب قال لي عشان احنا العرب عطفيين قوي فانا هعمل كتاب زي ده الناس هتقرأ هتظن ان دي حركة ضخمة ومؤسرة وهيعولوا على اليهود غير المصطفى انا كنت بحبه جدا بس ساعات كتير كان غلطان زي لان انا موافق لو كانوا مش كتار احنا شغلتنا نكترهم ها وكي وجزء من يعني ايه جزء من انك انت بتعمل افلام بتنتج ثقافة كويس ها بتنتج فان ها بتنتج علم ها بتكلم عني يعني عني نك عرب يعني ما ده اللي بيحبب الناس فيك ده اللي بيخليهم يبصو لك بس هم مش هيكتروا يعني ده بقى هنا مش دفاعا عن الحضر الغائب بس هم عمرهما هيكتروا يعني على الاقل تأثيرهم على الناس التانين اللي هم مش مش منهم هيقل هيقبان تليك تأثير وهو تأثيرك ما يقباش بس ان عندك فلوس كتير ايوه وبترول ومش عارف ايه ان عندك يا جماعة عندك ثقافة وعندك فن فلازم تبتدي بدا يعني ده اللي بيرجعنا انت يعني بتديت النقاش بتاعك بان الفن ممكن يبقى مؤثر اكتر بكتير من الاجتماعات والقرارات والحاجات دي كله الفن والثقافة والعلم فانت اذا ديت الفرصة لده انت على طول حيقبالك ايمة تانية ايمة تانية ومؤثرة مش بس انا مش شغلتي انا عايز اقنع يهود او مش عارس ايه باسماني انا عايز اقول انا موجود ووجودي حلو وجودي مش مجرد وجود بيزعي انك قابلني لان انا جزء من الانسانية لا لان انا دخلت فوجدانك مقدرش ادخل فوجدانك بان انا اقول لك بليز بليز اسمحلي بان انا ادخل فوجدانك هدخل فوجدانك بان انا اعمل شغل حلو ان انا يبالي اسهام حضاري عالمي يعني ده اللي هيدي لك الاول اذا عمليا انت مصطفى متفقين هقولك ازاي بس بعد الفاصل بس انا فياش ايه مناقشة شخصية عشانكم عارفين ده كلها افكار افكار خلونا نروح ده الفاصل ونكمل الكلام من امتى المناقشات اللي انا عملتها بحياتي جوه البرنامج وبرها البرنامج ارحب مرة تانية بالرائع المبدع دايما يوسري نصر الله وكنت بقولك انت هو مصطفى الحسينية على نفس الخط حتى بالفاصل كنا من الكلام انتو الاتنين مقتنعين بانه هو انا ليه طول الوقت مستني سرديات تانية وطول الوقت ليه مستنيين خطوات من الناس تانية فين سرديت انا وفين خطواتي انا وفين فني انا او مقاومتي انا او سياستي انا الاخ 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 ان انا انتظر طول الوقت الاخرين دي مقساة بص يعني متيالي ما تقدرش ما تقدرش تطبق ده على المثقفين والكتاب والفنان ما كانوش بيستنوا كان بيحاولوا ينتجوا كانوا بيحاولوا يعملوا فدي لما نبتدي نواجهها كده بوضوح انك انت يعني انت لما تجي تفكر دي يا واحدة يعني ناس عندها الهسهس بتاع سيطرة السيونية على هوليوود ومش عارف ايه وبتاع طيب يعني ده مش بديلك مؤشر الى اهمية السينما اهمية الادب اهمية المزيكة اهمية الانتاج الثقافي عشان تعرف تسيطر على اي حاجة فانت ليه الحتة دي تحديدا في بلادنا هي اللي طول الوقت مخنوقة ليه هي ليه يعني ومن ناحية تانية انت مطالب بحاجات غريبة جدا كفنان انت النهاردة في مصر يعني ان في افلامك لازم لازم تقبى دكتور ولازم تقبى محلم نفسي ولازم تقبى بوليس ولازم تقبى قاضي ولازم تقبى جلاد وتحاكم الناس وتعمل اسمه مش فن مش كده ما تعمل شغلك انت كل الناس دي تعمل شغلها وصيب الفنان وصيب المؤلف الكاتب يحكي عن الناس بطلقوداتهم وده باب الشمس عشان كده باب الشمس عشان كده باب الشمس كرواية عظيم وكفيلم قدر يقعد من 2004 لغاية دلوقتي اما ناس تطلع من السينما من العرض بتاعي ومن الجمعة اللي فاتت وتقولك هو الفيلم ده لسه جديد معمول جديد يعني ايه معمول جديد لأ من 2004 معمول من 2004 من 20 سنة نعم من 20 سنة ده عدت قد ايه تشتريد مش قادرة انا مركز مع المشاهد اوكي 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 عشان عارف اكمل الكلام هو فعلي هو ناس ليه حق تقول ازاي الفيلم كده عدت قد ايه تعمل الفيلم ده فيلم كدير ده جزئين الرحيل والعودة اه وفيلمين بس بيردوا على بعض بيكملوا بعض سنة 2001 جاء امبير بارزول اللي هو المنتج الفرنسي ويقال لي ارتي عايزينك تعمل ارتي محطة تليفزيون فرنسية عايزينك تعمل فيلم عن الفلسطينيين فانا رد فعلي الاولاني كان لأ لأ ليه لأ عشان ليه طلبين من واحد مصري انه يعمل فيلم عن الفلسطين عايزين حدوتة الوادي الامور الفلسطيني اللي بيحب البنت الامورة الاسرائيلية ويعيشوا في التبات والنبات ويلتقوا في حقل الزيتون ويلتقوا في روميو او شديات وانا معرفش ايه يبني لا اه ده مش عارف قلت له اوكي شرط رواية الياس هولي وهكلم الياس اه عايز اعمل ده لو في فيلم عايز اعمله عن فلسطين من ساعة معرتها من سنة 1998 وكان نفسي جدا اعملها لانها حاملة زي ألف ليلة وليلة حواديد جوا حواديد زائد الموضوع يهمني ويهمنا كل ليلة زائد مؤثر جدا زائد الرواية عظيمة يعني ما احدش عايز يعملها مفيش ولا منتج عربي ولا منتج أجنبي حيقولك تعالى نعمل فيلم مين اللي يخد المغامرة ومين اللي مستعد يقف قدام الصهيونية العالمية بفيلم زي ده الادارة بتاعة RT وقتها عايزين وقالوا اوكي على الرواية فابتدينا نشتغل 2001 في آخر 2001 على السيناريو إلياس خوري ومحمد سويد وانا في بيروت ستة شهر كتبنا السيناريو وكنت بطبخ كتير يعني نقعد نتناقش ورازم ناكل يعني كان تخنة كلنا وقتها وكتبنا السيناريو وإلياس كان عنده حاجة عظيمة انه هو كتب الرواية فعندهش حاجة يثبتها يعني مش محتاج انه يثبت انه قديب عظيم لانه أثبتها قولتها فعلا فكان التحدي ان ازاي نعمل فيلم حلو والسينما ليها قواعد تانية خالص غير الادب يعني الادب بيخليك يعني ده في مساحة للخيال من خلال الكلمة المقرية انه يقولك اتخيلت فلان شكله كده اتخيلت الموقف الفلاني يحصل كده التحدي الكبير في السينما ازاي ليها الميكانيزم بتاع الخيال مختلف ان انا اقدر اخليك تتخيل مش كل حاجة بتشوفها هي 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 اللي بتبقى جوه دماغك لا في حتة بره اللي انت شايفه تتخيل بس السورة دي بتديهولك فازاي تقدر توصل المشهد ازاي بديهولك فكتبنا السيناريو ابتدينا تحضير سنة 2002 وعلى مدى يعني اخذ وقت تحضير اخذ سنة تقريبا تحضير ما بين ان احنا نلاقي اماكن التصوير ما بين ان الدكورية تبني يعني كل قرية بتاع عين ازاتون دي تبنت بحق وحقيقي في سوريا في غيط يعني كل ما هو فلسطيني تصور في سوريا وكل ما هو مخيمات تصور في لبنان وبعدين التصوير كان على مدى سنة اتنين وعشرين اسبوع مش ورا بعد يعني في جزء لان اماكن تصوير كتيرة جدا فبنتنقل كتير زائد ان في فصول مختلفة يعني كان مهم جدا انه ما في شتاء وصيف ومطر وشمس والحاجات دي كلها فانت ده حاجات لازم تتعامل فاتعملت وبعدين البوست بوداكشن اللي هي المونتاج والصوت والحاجات دي كلها اتعمل في باريس بارالل للفيلم بالفيلم يعني كل جزء سوريا روحت باريس خلصنا المونتاج كان معظم الجزء الاول و بعدين خلص الفيلم مرة ده راح كان وكل ده مش في حساباتك لا طبعا مش في حساباتي يعني الفيلم كان في حساباتي الفيلم في حساباتك لكنه ان الفيلم هلاقيه كان الفيلم هلاقيه الناس بتتكلم عنه الناس عايزة تناقشه الناس بتكتبه كان فيه رد فعل عنيف جدا طبعا يعني الصحافة كانت هيلة انما كان مفروض يتعرض في حوالي 15 قاعة عرض في باريس وجات رسائل من الكريف اللي هي المنظمة صحيونية في فرنسا بتطلب من بنبرة مش لطيفة يعني بتطلب من المديرين بتاع القاعات انه ما يعرضوش الفيلم فاتعرض في الاخر في قاعة واحدة بس قاعد 6 شهر يعني ده و رئيس أرتي جيروم كليمان قاعد 6 شهر يعني الناس بتروح اه طبعا وجيروم كليمان اللي هو رئيس أرتي وجوه أرتي قامت القيامة مطالبة بإقالته اه لأنه وافق على ده اه إنه وافق إزاي وافق على ده ومنع عرض الفيلم على أرتي بس اتعرض يعني المهم يعني ما كانش ما كانش سموذ ومن فين الديمقراطية الغربية والعالم الحري ياه ما تستغلش كل فرصة عشان احنا عارفين ايه الديمقراطية هي ببساطة جديدة ببساطة جديدة إذا انت مش بجح كفاية ها ومش موهوب كفاية ها ومش متحضر كفاية بحيث انك انت تقدر تفرد ها فنك ها و ها وحياتك ها ليه عايزهم يعترفوا بيك ها يعني ها بس البجاحة بتاعة المنظمات اللي هناك البجاحة اللي تتمثل ها في إنك لما تيدي تعمل فيلم الناس بتعرف تتنفس جوا حر ايه اللي ما يقباش مكتوم ما يقباش حاسين ها ان اللي بيعملهم متأيد فيصعب عليهم فيعرضوا عشان ايه حرام دولا بيتعرضوا الاضطهاد في الإيران ها دولا بيتعرضوا الاضطهاد في الـ ها في ما عرفش فيه لا فيلم ها ها بجح حر احنا كده ها دال 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 بيعدلك ميزان قوة ها يعني إنه هاتول ما انت مسكين 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 نعم صار مش ايوة بالضبط يعني أنا ما بحبش سينما الانكسار سينما الانسحاق يعني ليه ليه مش سينما إن أنا قوي إن أنا أقدر أتكلم قوتك مش قوتك في بلغتك ها يعني ها شعره كتير بيتكلمه عن قلم الحب ها 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 بس في شعر هايل وفي شعر شعر عايز ترميه من الشمباك ها 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 اوكي الشعر البليغ الحلو المش عارف ايه بيفضل ها 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 هتيجي يعني الجرائد العربي استقبلت الفيلم ازاي؟ اه اجمالا كويس اجمالا كويس يعني في في حاجات كده كيتخاصة بالجرقة بتاعة جرقة المشاهد الحسية اللي في الفيلم بس دي حكادا ما خفيف يعني ها اه لا يعني ما عارضنا الفيلم مرة في مخيم شتيلة فا اول عارض في بيروت عارضته في مخيم شتيلة على اساس انهم مشتغلوا معنا يعني هم فقعدين ناس كتير كده بالله في اخر الفيلم سقفوا سمعين بس مكشرين شوية في ايه يا جماعة فواحد كده شيخ كده لأ إحنا الفلسطينيين ما بنبوس هرجع تاني على باب الشمس وممكن كان دايما عندي سؤال طب هو يسري دخل سوريا وخرج تاني ازاي؟ وده وقت ما كانش وقت سهل خالص مش نفسي هتكلم في ده ماشي بس هتكلم فيه بس أنا عارف إن كنت وإنت بتشتغل ما بتعملش حسابات حاجة أنا بشتغل بعمل شغلي بعمل حاجة اللي أنا مصدقة وبالزبط وبعدين ما عندهمش يعني في سوريا بالرغم إنها يعني إيه؟ فترة صعبة زي ما أنت بتقول محدش كان بيجي يعاين إحنا بنعمل المرة الوحيدة اللي وجهت مشكلة ما كانتش في سوريا كانت في لبنان وكانت إن إحنا بنصور في شاتيلة فلاقيت واحد مترين حقيقي لترالي ضخم كده المسك في كده من هنا انتو بتصوروا إيه؟ لعلمك المدمحة اللي مات فيها مش فلسطينيين نحنا اللي مات فيها واحد من أمل حرجة أمل ولا من حزبنا كان أمل وقتا قلت له أصدق أصدق هل بصور حصار المخيمات يعني حصار المخيمات على ذكر الأنصب حصار المخيمات ما كانش إسرائيل ما كانش صبر أو شاتيلة كان حصار النظام السوري وحركة أمل للمخيمات الفلسطينية لطرد آخر ما تبقى من الفلسطينيين يروحوا الجنوب فقلت له لا ما بصورش ده ولا بصور حتى مدباحة شاتيلة على أي حال إحنا شايفين أنت بتعبلي كده فأوكي يعني بس يعني حقيقة الأمر مش إن أنا غيرت السيناريو ولا ما عملتش حاجة كنت عايز أعمله بس ده النوعية ما حصل ليش ده في سوريا فيه ناس تيجي تقولك الفنان مش المفروض يكون عنده وجهات نظر في السياسة ولا في الواقع السياسي وخليه مشغول بفنه وأنا الجملة دي بالنسبة لي تبقى غريبة جدا يعني الفنان ما عندهش وجهة نظر طب وما اللي بعمل إيه الفنان ما عندهش وجهة نظر مش فنان اللي أنا ضده خالص يعني إيه ما يباش على وجه النظر عندك إنحازات في الآخر طبيعي إزاي إزاي علاقتك بالناس بتصورهم إزاي بتشوفهم إزاي مم February دي حاجة تانية خالص انها، أنا مايظنش ان الفن شغلته إنه يروج لسياسة معينة أو لبرنامج سياسي معين لكن يقدر يناقش هاااااااااااااا الفن يقدر يناقش اللي هو عايزه مش كازم يروج شيء يناقش اللي هو عايزه ويشوفه من الزاوية اللي هو عاوز يشوفه الفن حر حتى لو كنت عايش في فرنسا وفي ناس بتنتخب ولا اي حاجة زي كده هل تعتقد ان انا حروح اعمل فن لتأييد ماكرون او لتأييد ميتيران ولا لتأييد مش عارف مين او لتأريد الحزب السياسي الفلاني ولا اي حاجة زي كده خالص مش دي مش دي مش دي شغلتي شغلتي انا اهو ده اللي بيحصل اللي بيحصل في فيضان وفي هزة ارضية وفي فلان بيحكم دلوقتي الحزب الفلاني بيحكم دلوقتي ده كله جزء من الواقع طبعا انا شغلتي احكي الناس عايشة ازاي في الواقع ده جوه المعطيات دي في حاجات ماقدرش اعملها ماعرفش اعملها زي ايه يعني مثلا احكي يا شعر ازاد كان الاستاذ وحيد حامد كاتب مشهد بعد حدوطة التلات بنات لما لما حاكت ازاي قتلت الشخصية اللي عاملها محمد رباطة محمد رباطة فالمزيعة بتقول لها ده انتي كان لازم تقتليه تلات مرات وبتقول الوحيد ماقدرش ماقدرش اصور ماشهد ماقدرش خليها تقول حاجة زيتي اولا انا ضد القتل وضد عقوبة القتل وبعدين الحدوطة هو الضحية هو اللي تقتل يعني ايه تقتله تلات مرات وهو اللي استغل الجنسية ففي حاجة كده انك ازاي بتاخد الشخصيات جد يعني مش هما يعني ازاي ازاي قدرشوفك كبني ادم بغض النظر ايه انت بتكلم ازاي يعني مش في حد ممكن يغلط قدامك وتقول هو اه غلط بس هو طيب او هو اصلا عنده حكاية ده اللي انت بتدورها ده متعلق بانا شايفه ازاي ازاي تعمل مش انت شايفه ازاي ازاي تعمل فيلم وانت ما عندكش دراية عميقة او محاولة ان يقب عندك دراية عميقة يعني ايه بني ادم ايه اللي ممكن يقب جوا هو بني ادم من ها من لخبطة ومن مشاعر ومن حاجات ازاي تبداعي انك انت بتحكي دراما ها يعني الناس اللي زي ما يعني اي اي فيلم اثر فيك ها اي كاتب اثر فيك واحد زي نجيب محفوظ لما يكتب الثلاثية ايه الثلاثية مش ناس حدوتة الناس ها وحدوتة الناس جواه وفيهم لخبطة وفيهم تلقوطات وفيهم حواديت رهيبة جدا سيبك ان السينما اختزلتها ها بس كمل ها كمل دراية بيعني ايه نفس بشرية و ايه اللي ممكن يكون جوا النفس البشرية هي دي الاودوات اللي انت يعني دي ده انحيازك ها ده الانحياز الاساسي بتاعك يا فهم ها انك انت عايز ها مش عايز تقول ها للناس تخ 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 بشكوش فوق دمارهم فكروا بالطريقة دي وما تفكروا عايزهم يحسوا بامان مع الناس لانه فهموا انا لما فهمك لما بفهم انت ايه وجاي منين ها وحاسس بايه وبتاعك ابطل اخاف منك صح ابطل اتشكك فيك بس ابطل اخاف من نفسي هو في حاجة ممكن يخاف من نفسك ايوه ازاي تخاف من رد فعلك ولا تخاف من احلامك بتخاف من افكار انا بتخاف من من انك تخش في مغامرات يعني الحاجات دي كلها يعني دايما طول الوقت قاعد بتحسب والناس هتقول ايه فقاعد الناس هتقول ايه دي اوحش حاجة في الدنيا طبعا اوحش حاجة في الدنيا ايوه بس انت الناس هتقول ايه دي جواك انا بشوف ان ده اكبر قيد ممكن يتحط على بني ادم خصوصا ان هو اللي بيحطه في نقل نفسه الناس هتقول ايه فده ده 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 معنى انت خايف من نفسك انت خايف من انك خيالك يشتح مع ان احلى حاجة هي خيالك خيالك انك انت تشتح تروح يعني خايف من نفسك لانك قتل قتلا في خايف تقتل اااااااااا لا خف يعني روح لدكتور ما فكرتش خالص في باب الشمس تقول الناس هتقول ايه صح لا استحالة خالص طب ايه اكتر اكتر حاجة او اكتر مشهد في باب الشمس الرحيل والعودة من غير انك محطتش قيود على نفسك وده بالنسبة لي مفهوم وهنا متأكد منه مية في المية بس كنت عندك شبه يقين ان الناس هتقول والله ابدا ما مفكرش بالطريقة دي خالص ما مفكرش انا عارف انه هيعلقوا على كذا في اسسرد بتاع الفيلم نفسه بيرد على نفسه فهم قصلي يعني مش يعني الجزء الاولاني والجزء التاني كانهم بيتخنقوا مع بعض بس هم يعني هم في الاخر زي عمارتين لو وقعت واحدة العمارتين يعني ما ينفعش بالخناء اللي جوا فيه سيستم بتاع سرد في باب الشمس يعني اي سرد في الاخر هو سرد شخصي ايه اللي حصل انا وانت شفنا نفس الحادثة انت هتحكي الطريقة وانا عادي الطريقة ففيه الطرق دي موجودة في الفيلم يعني فيه مشهد في الجزء التاني قاسي جدا اللي هي اما بيتحقق مع خليل الراو وبيتقال له هو يعني كل حاجات المراحل بتاعت حياته اللي ممكن تدينه انت يعني ايه ما روحتش تونس مع بقية من قاومة انت بيواجهو بكل بكل حاجات حصلت فعلا و مشهد قاسي جدا وباقي يعني وعنيف جدا وبعدين في لحظة تانية خليل بيحكي الحكاية بيحكي الحكاية فطبع الحكاية مختلفة هي نفس الحكاية بس بتتحكي مرتين لما بتفكر بالطريقة دي لما مش مش لقم انت بتفكر بالطريقة دي لان دي الطريقة اللي انا بحب احكي بها حوادث اللي هي شخصيات كتيرة وجهة نظر كتيرة وانت حدد انت ايه حكايتك مع مع الحوادث دي كلها كمتفرج يعني صعب قوي انك انت حيقوله كذا ولا مش حيقوله كذا حينبهر ولا مش حينبهر ما فكرش بالطريقة دي اللي انا عارفه هي حاجات تكنيكل ان ايه ان في اللحظة دي انا عايزك تتخض في اللحظة دي انا عايزك تنبسط في اللحظة دي انا عايزك تضحك وبازع القوي لما الناس ما تضحكش فبقولك دي 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 اقصى حاجة بتقدر وعندك الادوات انك انت تقدر تتحكم فيها اللي هي ازاي تحكي حكاية انما الناس حتقول ايه اهو زي ما اطلع لك واحد قالك احنا ما منبسش في يعني ماشي حاجة على باكتش على بعض دي تقلو ماشي مشهد حيقوله ايه اه مشهد العارف انه صادم اه اللي هي لما نهيلة بتقف انت من المحقق الاسرائيلي ولما بيسألها وهي حامل يونس ده اللي هو جوزك ده هو ابو الطفل تقول له لأ مزورنش وبتقول انا عهيرة اه بتقول عاب البلدي ايه فهي الكلمة اللي صادمها بس انا اقصها لو انت بقاني لو حتتخض منها اقصها بس مش مش هخلي مش هما ينفعش ما تتأيش ما ينفعش ما اه اه اعمل ميوت يعني بدي القصة في الظبط اه امسك تريد ما تلاقي مش حاجة مش عاجبك تدور رشك بعيد ايه بس اكمل الفيلم اه اه يعني او اتفرد اتفرد لا اه ده فيلم لازم يتشاف ويتشاف عشرات المرات يعني الوقت انا مش عارف هو جاري ليه يعني بس انا انت مش مدخيل ما ده ساعاتي ان احنا كنا بنقش النهاردة باب الشمس لان انا افتكر ان دي المناقشة التي طال انتظارها المناقشة التأجلة تيجي عشرين سنة تقريبا كان لازم يتناقش من زمان بس يمكن انا كان من عشرين سنة معديش فورصة ان انا نقش باب الشمس الاسف الشديد كويس ان المناقشة حصلت كويس ان اشوفتك النهاردة الناس عايدة اليوم نهاردة كانت حرم وانت طيب انا كل يوم بحبك زيادة يوسف اشكرك مرسيك